السلام عليكم صباح الخير طبعا في الفيديو اللي فات قلنا ان الحياة بقى ترجع لطبيعتها في شمال شرق السي في مقاطعة شمال شرق السي هنا في مقاطعة جانسو من امبارح كان اخر القرار بتاع افل المحلات والفنادي والكلام ده دلوقتي المحلات والفنادي بتبدأ المحلات والمتاعم والكلام ده كله ها المحلات والفنادي والمطاعم بتبدأ انها تسجل علشان ترجع تشفغل تاني خلال يومين او ثلاث ايام بتبدأ موازم المطاعم وموازم المحلات تفتحت تاني اه مش عايرف يعني حاجة ذي بتقول او بتظهر ان الدنيا ماشي تمام او في تحسن وفي تطور و كمان الجماعة هنا بقى في ناس ناس راجعة تشتغل تاني بس طبعا مفيش طرابة اه الجامعة زي ما انتم شايفين المكان ده بلكده زحمة جدا في ناس من جوا الجامعة طلبة من برا طلبة من جوا الجامعة ناس من برا الجامعة جدا فاضي لسه طبعا الجامعة ببعتت لهمش ان يرجعوا كده لان الموضوع لسه مش امام بس اه كل الحاجات بتطمن انه هو في محلات بتفتح في مطاعم بتفتح اه الدنيا بدأت تشتغل بس في حاجة تانية ما بتطمنش اللي هو اه مثلا انه انا خارج وداخل من باب الجامعة في الاول لازم في واحد كله يعني افراد الامن بمعهم جهاز صغير كده بيز درجة حرارة زي اللي وراته لكم في الفيديو اللي فات ولازم انا داخل ونطالح من باب الجامعة الكبيرة من باب السكن فيه برضو واحد مع الامن بتاع السكن بس اه النهاردة الجهاز ده مش موجود معهم شاشة كبيرة تمام اه ممكن احاول اصورها شاشة كبيرة تمام وسنسور فوق بيز درجة حرارة كل الناس اللي معدية قدامه من قدام البوابة بسرعة داخل الجامعة ومعدي من قدام البوابة اه جاي بكل واحد معدي وفوق اه دماغه كده درجة الحرارة اه هحاول ان انا صوره فهو لو الموضوع فعلا بتطور بشكل كبير مفيش اي حاجة يعني لو الموضوع فعلا فيه تحسي ومشاكل كبير لدرجة ان المطاعم تفتح والدنيا تشتغل طب لازمتها ايه يعملوا افجريد لحاجة زي دي فمعرفش ان هم يجيبوا لجهازة دي معنى كده ان هم حسين الموضوع هاي اخذ وقته اطول او لسه ما اخفش انما اه فتح المطاعم والكلام ده كله فممممممم بيدول الموضوع بيهدى مش اعرف السراع بس حتى يعني لحد دلوقتي هم فتحوا الدنيا وكل حاجة بس حتى البساطة اللي معدية لا يوجد بص فيه أكثر من عشر ركاب لا يصل على عشرين في عربية المتر ممكن تلاتين تلاتة لا عشرة بأقصى حاجة في كل عربية متر لا يوجد زحم في أي حتة لأن الناس تخاف تقرب من بعد كده أنا وصلت عن دلمنا رب تخلينا سوار شوفوا ونم بنام بحاجر وبحاجر كيف يقوم بنام بحاجر؟ أكثر على الموجودة بحاجرنا تقوم بحاجرنا سنجل هذا مقاتل هذا مقاتل 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 تقريبه يجب ان تزوجه تقريبه عندما تستطيع ان تمناعج الوضع هم دقائم هم دقائم اخريتك ها احا احش احش دقائم هلبية درجة حرار الناس حرارة الناس التي تأتي فأنا صدق انها تتوقع اذا كان هناك حرارة هيعمل اي تحرك او الكلام ده كله الا لا يعني لو في اي حد درجة حررته غير المؤتاد هو الجهاز هيتصل بالشرطة الوحده يعني الجهاز هيبعت اشارة للشرطة ان في حد درجة حررته غير المؤتادة الوحده فممكن يكون الابجريد ده طبيعي يعني ان هما يساعدروا عن الموضوع بشكل اكبر لان ممكن الجهازة الصغيرة اللي فيها قياس درجة الحرارة دي تكون مش مظبوطا فممكن يكون الابجريد ده طبيعي مش مقياس الحالات بيتزيد او الكلام ده كله بس عشان يبقى فيه احكام سيطارة على الموضوع بس او يا ربنا يسر حتى هنا في الجامعة طبعا مفيش اي حاجة شغلة الى المطعم الحالات فممكن نيجي ناكل هنا بس مين يعني مش هاكل بره برضو ده المطعم الحالات بتاع الجامعة طبعا مكتوب عليه ممنوع الدخول نهائيا لأي شخص إليه يرتديه كمامة اي حد مش هاتك كمامة مش لابس كمامة ممنوع يدخل من باب المطعم وده الحال في المواصلات العامة ومعظم العماكن يعني ممنوع الدخول لأي حد مش لابس كمامة أمان لي وأمان للباس التألم شكرا للمشاهدة ولو في اي سؤال ممكن في كومنت تحت الفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو ده حبيبي وده هو واحد صاحبنا كان بص انا بعمل فيديو اليوتيوب طب ان انت رجلكم في محاصر اربعتاشر يوم اه حبيبي الراجل ده راجل حبيبنا حبيبنا والله يا الحمد الفا السوداني طبعا كان راجع من مدينة تانية فتحطي انا في الجامعة حاجة رساحة اربعتاشر يوم لسه شايفوا دلوقتي فبعد اذنكو اخد حضنه وبعدين هو يقول اللي هو عايز حبيبي ههههههه اخبارك اخبارك ممنور الحمد لله كيف الله اخبار مشتقين والله يا حبيبي حبيبي رب صحيح خلص فلا هم ايها جبه لا انا راجل ايها رأيك في الوضع والله يا اخو الوضع يا غايته رب لن يزيل البلا والوابه غريبا ان شاء الله لكن الوضع وثابوح تحسن ان شاء الله هوا في تطور وخير اليوم ماشالله عايزت جواز تتبعك وكده الهوي الهوي يشتغل الهوي يشتغل شكرا